السلام عليكم الزول في اللون الحمد لله راكم جاه بخير أولا بريت نشكر خوتنا من ولاية مستغاليم ولات وهرن ولات تليمسان ولات بويرة ولات زير عاصمة ليستقبلوني بالفرحة شفتو بعينيكم في تليمسان مع العود مع البرنوس ياتيكم الصحة وبرك الله فيكم شفتو مع الورد في مستغاليم في وهرن في تليمسان في بويرة على بركم باللي هذه حاجة تفرح تفرح أي مواطن جزيري وأي رجل سياسي على بركم باللي ما كان حتى واحد رجل سياسي ليستقبلو كما هاك في 48 ولاية هذه حاجة الأولى حاجة الثانية سمعتو باللي كي يكونوا ممكن انتخابات رياسية نهار ربعة جوية 2019 لابلكم باللي هذا النهار ربعة جوية موجود دخل قا في التاريخ تحتيت على البلاد ربعة جوية تحتيت على المريكين استقلالة على المريكين نحن نحن نصنة جوية خمسة جوية ليست ربعة جوية هذه هي دقتي اللولة وسمعته واشقال سي قايد صالح اللي قال باللي لازم الشعب جازيري يحبس هذو المظاهرات ولازم يعني يحترم الدستور راني معاه على النقطة تحترم الدستور بس يا جماعة يا سي قايد صالح على بلق بالليسي عبدالقادر بن صالح عنده جنسية مروقية نحن يعني معنا حتى مشكلة مع المغربة هذو خوتنا مسلمين أنا خطرات نروح المغرب ونشكرهم ما شاء الله خدامين بس حكل واحد في بلاده الدستور يقول بلي اي واحد اللي جنس يعني اللي كان عنده جنسية اللي ماشي جازائرية مستحيل ممنوع عليه باهي ترشح لانتخابات وباهي ولي رئيس الجمهورية يقدر يكون وزير يقدر يكون ولي يقدر يكون مدير في إدارة بسح ممنوع عليه باهي يكون رئيس الجمهورية الجزائرية يعني سي قايد صالح انتو ما بروحكم ما راكمش تحتارمو الدستور الجزائري كيفه مغربي راح في المورة دي هنا يا جزائري الوالدة جزائرية الوالد جزائري رب يرحمه وباسبور ما تخدموه ليش في بلادي برمي ما تخدموه ليش في البلادي كارتا طالفوت ما تخدموه ليش في بلادي إقامة ما تخدموه ليش في بلادي ياسي قايد صالح قبل ما تطلب من الشعب الجزائري يحتارم الدستور انت يا لازم من الول تحتارم الدستور وتخرج هذا عبد القادر بن صالح من المنصب بتاعه من المورة دي وتخلي واحد جزائري من باباه ومن مو يدخل مورة دي إنسان ما تحتارمش الدستور من قدروش نحتارموه يا سي قايد صالح بن صالح ممنوع عليه با هيكون في المورادية المورادية يدخلها جزائري من باباه ومن مو ماشي بالورقة جزائري لازم أصل تأجزائري باباه مو جده وجدته ما تحتارموه ما تحتارموه يدخل مورادية لو كان أصل تعموه مية بالمية جزائري وعلى باباه بلي هذي الجزائري ما تعليها مليون ونصف شاهد ربي يرحمهم ولازم ياسي قايد صالح تحتارم تحتارم الجزائريين وتطيلهم قوعتهم لو كان ما تعطيش قوعت الجزائريين مستحيل بان نحتارمو أي واحد أو وزير دفاع أو رئيس الجمهورية أو وزير أول كما سي بدوي لدخل الجزائريين تحت إقامات جمهورية غير قانونية نطلب من الشاب جزائري ونطلب من المترشحين بللي ما يدخلوش في هذو الانتخابات الرئاسية طنك بنصالح يبقى في المرادية وطنك هذا بدوي ما يحترمش الجزائريين ونطلب من الشرطة بللي ما يلعبوش في هذو اللعب هذا الجزائريين التي لديها الغاز باطل ولا تهدر على إسبانيا التي لديها الغاز باطل ولا تهدر على المريكين مع الشركة أنتركو التي لديها الباطل حتى 2037 الخارج هو مارم في البلاد ولا بللي الجزائريين لا يوجد حوال لا يوجد حوال 65% فرنسا في أدرار 52.5% إسبانيا في إليزي 75% في حاسي بركين وأنا دركو باطل البترو حتى 2037 لا تهدر عليهم لا تخوف الشعب ونطلب على بالك بللي هذو هذو الدول هذو أجنبين هو ما ربي السالو في البترو الغاز على الجزائريين لا تخوف فينا كما هك ونطلب على بالك بيها ونطلب على بالك بيها ونطلب في طابلة واحدة مع وتقدور اللي عنده جنسية فرنسية اللي خدع الجيش اللي سرق 10.000 مليار سنتيم جزائريا وعلى بالك بيها وتيح كبت عليه في 2000 و37 شهر حبس وليوم رك قاعد معاه في طابلة واحدة يا سي قايد صالح بركة ما تخوف الشعب الجزائري كون راجل بها نحترموك تعرف وش تدير ولا لا خرج لنا بن صالح من المرادية ودخل الحبس وتقدر اللي سرق الجيش وترك مسؤول على الجيش يا سي قاعد وعلى بالي بلا عندك البرانسيب انت بصح بيننا قل دام الشعب الجزائري كامل بلا رك باغي يعني تخرج وتدخل في التاريخ بالباب الوسع بحاك في التاريخ يقولوا ما شاء الله سي قاعد صالح بصح كيف ترنا مغربية في المرادية وكيرا تكون في طابلة واحدة معاوة قدور اسمح الناس في قاعد صالح عن ناس شك عن ناس شك ولازم لازم اي واحد في هذا البلاد يحترب الدستور ويحترب الشعب الجزائري والما طالب الشعب الجزائري ولازم نحتوي واحد يخوف الشعب الجزائري وحنا نحتوي جيش الجزائري ونحتوي جدود اللي رمح مو في الحدود في ليبيا في إيليزي وبرطان إيليزي سنعترك عندها صفر في المياه وعلى بالك بها سي قاعد صالح باللي ما عنا دوره في إيليزي وعلى بالك بالإدراب الغاز وفي سويسرا وفي برجيكا وفي إمارات وفي لبنان وفي المريكان لازم تحضر ولازم تقطع هذه الاتفاقيات مع فرنسا اللي راح تددين الغاز باطل ومع اسبانيا فاني الغاز باطل ومع طاليين فاني الغاز باطل ومع المريكان فاني الغاز باطل هذه هي الروح الوطنية ماشي تخوف تخوف في الشعب الجزائري هذا هو التصريح تحية جزائر لا يرحم الشهداء وما تشاركوش في هذه الانتخابات رام جايد انا نقول هاكم تركة مانيش نتباح لازم تعتوي انا نخمم على لازم تغيط البلاد وتع الشعب الجزائري وكما قلت لكم في بويرة لو كان نايمة نخدمش البلاد دلولي ارصاص احنايا والسلام عليكم وليدكم سعيدة وتحية الجزائر